هنا بمنتزه الصابلات وبمشاركة حوالي 1200 مؤسسة انطلقت فعالية الطبعة الثالثة لصالون الابتكار الخاص بالتكوين المهني بتأكيد وزير القطاع على إعطاء أولوية لمرافقة ودعم شباب مبتكر من أجل تحفيزه لدخول عالم مقاولتية 58 ولاية وأكثر من 1200 مؤسسة تكوينية تسخر بهذه المواهب ولذلك وجدنا هذه الفرصة لكي نفجر الطاقات ونفجر أيضا المواهب لأبنائنا وأنتم في هذا الجو البهيج الجو العلمي الابتكاري وأيضا غد مشرق لأيضا الجزائر التي قلنا بأن هذه السنة كما قال سيد العسل الجمهورية هي سنة الإقلاع الاقتصادي بامتياز كاميرا جلدزات قامت بجولة وسط المعرض الذي عارف مشاركة متنوعة من مختلف المجالات كالرقمنة والذكاء الاصطناعي ومشاريع تخص الأغذية الزراعية وغيرها أين أجمع المشاركون بأن هكذا صالونات تفتح لهم المجال للتعريف بمشاريعهم وربما تحقيقها على أرض الواقع نحن كشباب طموح قمنا بهذا المشروع نظرا لمعاناة الفلاح في نقص اليد العاملة وكذلك أمور كثيرة تحدثنا مع أكثر الفلاحين قمنا بهذا المنتوج كشباب طموح نريد تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع هذه الصالونات حنا مذابينة بعدها ننور شرانا نخدمو وشاقرينا ومذابينة هذه الصالونات لا يقوم حبسنا هنا مذابينتنا يتكلمون بالإمكانيات يكون تقديم إمكانيات ولا صديقات والله الحمد لله في الصالونات الإبتكار هذا تساعدنا بش نبرزوا المواهب بتاعنا في الإبتكار لنخدموا الإبتكارهم بعدها نبرزونتي وممكن نكون فيها عروض هو معرض من المعارض التي تندرج في إطار المقاربة الجديدة التي يتبنها التكوين المهني من أجل التعريف بالأفكار والمشاريع الجديدة واستفادة هؤلاء المبتكرين من مناصب الشغلين في الأيام القادمة